ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله 19 يونيو الجاري إقبال عدد من المواطنين على السباحة أمام أعيون السلطات المحلية التي تجوب الشاطئ بدراجاتها النارية بالرغم من أن السباحة متزال ممنوعة بحكم قانون الطوارئ الصحية المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويتها أكد أن شاطئ سيدي إفني يشهد إقبال المواطنين من مناطق مختلفة بالإقليم مشيرا أنه من المرتقب أن يتزايد العدد ما يشكل خرقا لضوابط السلامة الصحية خلال فترة تفشي فيروس كورونا نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية